الوطني يعني وصل طبعاً ليه كوريا الجنوبية وعمل المسحة الخاصة بكورونا والحمد لله كلها سلبية خصوص المنتخب الوطني والكلام والحديث من آخر طبعاً من يوم الخميس حتى الآن وما زال الحديث مستمر عن كابتن أهاب جلال والدارة الفنية في الفترة اللي جاية وبالتالي كلام مبارح طلع من خلال تصريحات للأستاذ جمال علام إن ملف البحث عن مدير فني موجود في إيد الكابتن حازمام وكابتن محمد بركات وده بمعنى لأن بعد كده ده كان في تصريحات ليه تلفزيونية بعد كده أستاذ جمال علام قال لك أنا ما قلتش إن فيه خالة ليه الكابتن أهاب جلال وإن فيه حصل تصويف تصويف ليه تصريحاتي ولكن لما أنا أقول إن فيه ملف موجود في إيد اتنين من كابتن مصر وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة في البحث عن مدير فني يعني بالبديهية كده إن إحنا من الآخر هيبقى فيه قلق أو هنشوف مدير فني جديد أو مجرد لما هنلاقيها يعني نعمل نمجز شكر للكابتن أهاب جلال على الفترة للأضاءة لهي ما كملتش تلات أسابيع وده يعتبر يعني ما حصلش فيه تاريخ الكورة لعلى ما يعني إنه يجي فيه مدير فني لمنتخب ويمشي بعد أسبوعين ولا تلاتة نتيجة إنه لعب ماتشين أو يعتبر دي يعني ما بنقول الجولة الأولى والتانية في التصفيات ملحقش الراجل أي إن كان هي الفكرة اللي أنا كنا بنتكلم فيها مبارح وكنا بنأكد عليها لما أنا أخد قرار غلط ومجرد بعد أسبوعين القرار الغلط ده يطلع إن أنا اخترته بناء على إيه أو بناء على إنه هو أنا كنت شايفه صح وطلع غلط يبقى العيب مش على اللي تم اختياره بما مقصود اللي أنا قصوده إن الكابتنهاب جلال ملوز زم راجل جيه الناس شايفوا إنه هو المدير الفني الكوف اللي يبقى موجود ما اختروش الوقت أو التوقيت المزبوط ما اختروش إيه اللي مطلوب من الكابتنهاب في الفترة اللي جاي ما حطوش خطط معينة للمرحلة دي والفترة دي وبالتالي اختاروا إيه اللي يجيه في خيالهم أو في بالهم في الوقت ده وقال إنه هو ده المناسب وبالتالي أي واحد مننا مش بتكلم على الكابتنهاب جلال أي واحد مننا لما يجيه له الشرف ده مش هيقول أبدا لا أي إن كان هو وضعه إيه وهيكون فيه لأن أنت بتخدم بلدك من خلال وجودك في المنتخب بتخدم بلدك من خلال أنك بتحط كمان في السي في بتاعك حاجة كبيرة جدا وهي أنك مدير مفني المنتخب مش هقدر أرفض النقطة دي أي إن كان اسم المدير الفني مش هيقدر أرفض فالعيب أو أنا شايف الخطأ الخطأ جاي من اتحاد الكورة ولما يظهر إن القرار بتاعي غلط في ظرفه أسبوعين لازم يبقى هنا فيه وقفة وقفة من ناس نفسها من المسؤولين نفسهم إن أنا اخترت غلط وأنا شايف إن الخطأ ده خطأ كبير جدا جدا يعني بجزء كبير جدا بيضيع سمعة الكورة مصرية بيضيع تاريخ كبير في كرة القدم في مصر وبالتالي كان لازم أنا شخصيا أخذ قرار أنا عندي معلومات إن بعض من العائلات اللي موجودة أو أعضاء اتحاد الكورة عائلاتهم وأبنائهم يعني بالأخص السيد جمال علامة كرئيس الاتحاد إن أعتذر يعني كانوا بينصحهم بالاعتذار عن تكملة المشور كأعضاء مجلس الدارة أو كرئيس اتحاد الكورة ولكن هم شايفين إن الوقت كان صغير ووقتي كان دائق جدا وإن ده ما اعتبرش خطأ ويعتبر إن كان الأداء نفسه أو العبء كله كان على المدير الفني وعلى اللعبين اللي هم ممكن كانوش في حالتهم في اليوم ده مع الجاز الفني أيضا ما كانوش في حالته في اليوم ده وبالتالي هم رفضيني لفكرة الاستقالة أو عدم تكملة المشور في الفاتر الخادمة بالنسبة ليه اتحاد الكورة لكن الصح وفي العالم كله لما أنا باخد قرار غلط وبرجع فيه بعد أسبوعين بعد ما مش كمان بسنا إن أنا برجع فيه قبل ما تحصل مشكلة كبيرة لا ده أنا برجع فيه بعد ما حصلت مشكلة كبيرة قريدي أصلا وإن أصلا ما عنديش كان ولا رؤية ولا خطة عشان أحطها أو عشان أختار عليها المدير الفني وبالتالي كان لازم أعتذر لأن أنا بكلم من وجهة نظر إن صمعت مصر الكروية أهم من أي مناصب وأهم من إن أكون متواجد وإن أنا يبقى عند الإيمج وإن أنا رئيس الاتحاد ولا عضو الاتحاد والكلام ده كله أنا بشوفه إن ده مرفوض تماما في ظل طبعا وجودنا كمصريين واعتزازنا ببلدنا وبتاريخنا الكبير في كرة القدم الأفريقية إنك تتغلب من أسيوبيا كل احترام طبعا لمنتخب أسيوبي اللي قدم يعني اكتهد وعمل اللي عليه عشان يكسب منتخب مصر القوي وما كانش في خياله ولا تخيله أبدا إنه هو يكسب المنتخب عشان كده